عقد مسؤولون أمريكيون ومماثلون كبار عن حركة طالبان من أفغانستان اجتماعا في العاصمة القطرية طوحة في الفترة من التاسع وحتى العاشر من شهر الجاري وكان هذا أول اجتماع بين الولايات المتحدة وطالبان منذ انسحاب القوة الأمريكية من أفغانستان ترأى سوف الطالبان الأفغانية القائم بأعمال وزير خارجية بالحكومة المؤقتة أمير خان متقي وقال أن المطلب الرئيسي لطالبان في هذا الاجتماع هو التماس المساعدة الإنسانية وأن تواصل الولايات المتحدة تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الولايات المتحدة وطالبان في شهر فبراير لعام 2020 وألغاء تجميد الأصول المودعة من قبل البنك المركزي الأفغاني في المؤسسات المالية الأمريكية كما قال متقي أن الولايات المتحدة ستزود أفغانستان بلقاح فيروس كورونا الجديد جدير بالذكر أن قضية مكافحة الإرهاب هي أيضا موضوع مهم لهذا الاجتماع وتأمل الولايات المتحدة أن تواصل حركة طالبان الأفغانية محاربة القوات المتطرفة ومنع الإرهابيين من استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أمن الولايات المتحدة أو حلفائها وصرح المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة سهيل شاهين قبل الاجتماع أن طالبان تستطيع التعامل مع التهديدات الإرهابية بشكل مستقل ولا تحتاج إلى مساعدة أمريكية وبعد الاجتماع سيلتقي وفد طالبان بمسؤولين من الاتحاد الأوروبي وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في التاسع من الشهر الجاري أن طالبان تأمل في إجراء مزيدا من حواراتي مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المستقبل وقال أن طالبان أكدت مرارا وتكرارا للطرف الآخر أن الحكومة الأفغانية الهشة وغير المستقرة ليست في مصلحة أحد